فيروس كورونا اكتسب ألقاباً عدة منها الفيروس الخبيث والمستجد وحتى سيد الخداع ولكن ما الذي يجعله قاتلاً؟ بحسب خبراء من جامعة كيمبرج في المراحل المبكرة من الإصابة يكون الفيروس قادراً على خداع الجسم إذ ينتشر في الرئتين والممرات الهوائية ومع ذلك يعتقد جهاز المناعة أن كل شيء على ما يرام وحسب العلماء هذا في حد ذاته يشكل مشكلة كبيرة فعندما يغزو أي فيروس عضواً معيناً في الجسم تبدأ الخلايا بإطلاق مواد كيميائية كإشارة تحذير لبقية الجسم وجهاز المناعة لكن فيروس كورونا لديه القدرة على إيقاف هذا التحذير الكيميائي ولا يكتفي فيروس كورونا بمجرد قتل خلايا الرئة بل يفسدها أيضاً فقد شهدت الخلايا تندمج معاً في خلايا ضخمة ومعطلة والعلماء يعتقدون أنها تبقى وخلال الأشهر التي استهدف فيها الفيروس ملايين الأشخاص اكتشف الأطباء أزمة بيولوجية أخرى بسبب كورونا وهي تجلط الدم حيث قال أطباء أن الفيروس يتسبب بتجلط بنسبة تصل في بعض الحالات إلى 400% عن المعتاد وبالطبع الأمر الأكثر قلقاً من كورونا هو سرعة انتشاره فتبدأ كمية الفيروس الوصول إلى الذروة في اليوم السابق لبدء المرض لكن الأمر يستغرق أسبوعاً على الأقل قبل أن يتطور إلى نقطة حرجة ما يسبب المشكلة الأخرى ففي هذه الفترة الزمنية تنتقل لعدوى من الشخص المصاب الذي لا يشعر بأعراض إلى أشخاص آخرين أساليب خادعة يستخدمها فيروس كورونا على ضحاياه ويوماً بعد يوم يتضح للخبراء والعالم أنها مميتة لينا حسب الله العربية